من رؤيتك كشاهد عيان أنا عارف أن رأيك من قبل 2014 لكن من 2014 لغاية 2024 عشر سنين الضعفة تيمو الميزانية عشر مرات الرقم ده بنش بس كفاية ده فيه أرقام تانية كتير احكي لنا إيه اللي حصل كيف كانت شمال سيناء وكيف أصبحت لو سبحتيني خليني بقى يعني أرجع لك لورا شوية مش 2014 أنا تعينت أنا محافظ في سنة 2008 فالتجربة من 2008 لغاية دلوقت لغاية 2024 اختلاف جزري في إنجاز المهام بمعنى أننا كنا وأنا موجود في سنة 2008 هنا كان هناك مخطط وهو المشروع القومي لتنمية سيناء المشروع القومي لتنمية سيناء مشروع كتخطيط وكان عامل الله يرحمه السيد رئيسي للوزراء الجنزوري في الوقت ده المشروع ده كان تخطيطيا مشروع كويس قوي إنما الإرادة السياسية للتنفيذ كانت يمكن بعض العقبات بتقابلها وأخطر حاجة في العمل اللي إحنا منوطين به إن المسؤول يتكعبل في قلة الإمكانيات وما فيش فلا إحنا فيه اختلاف جزري كبير بين 2008 برضو اللي أنا كنت موجود و2014 والغاية 2024 لا اختلاف جزري والاختلاف يعني كلنا شايفينه المكان اللي حضرتك قاعد فيه ده مدينة رفح الجديدة دي كان أصلا فيه قرية اسمها الوفاء في هذه المنطقة المنطقة اللي إنت حضرتك قاعد فيها كان القرية اسمها الوفاء وكانت مدينة رفح على خط الحدود وكننا احنا كان نتيجة الحدود بين مصر وفلسطين وفلسطين أو قطاع غزة وهي فيها نوع من العاطفة العروبية شوية فكان تبصي السكان على خط الحدود بيفصلهم سلك شايك ده بيدي ده وده بيدي ده ويعني ما فيش دولة في العالم بتسمح بكده لازم وقد كان كان أول إجراء يتم اتخاذه أنه لازم يكون منطقة الحدودية زيها زي بقيد مناطق دول العالم في مسافة لا تقل عن خمسة كيلة